الدكتور رشيد بن كيران الخطب المنبري المفروض على الخطيب مخالفة للأمر الشرعي ومجانبة للهدي النبوي تحت عنوان الخطبة المنبري في ميزان الشرع كتب الدكتور رشيد بن كيران تطلق الخطبة المنبري في أوساط الحقل الديني على الخطبة التي ترسلها مندوبية الأوقاف شون الإسلامية مكتوبة من أولها إلى آخرها الاستهلال والموضوع والدعاء إلى جميع خطباء المساجد ليتلوها على من حضر من المسلمين لخطبة الجمعة وضف مدير معهد غراس للتربية والتكوين وتنمية المهارات في منشور الله على حسابه في فيسبوك ومن الأوامر الملزمة للخطبة أثناء القاء الخطبة المنبري عدم التصرف فيها سواء بالزيادة أو النقصان أو التفسير أو الاستدرك وهو أمر أو شرط لم يكن من قبل لكن مع القبضة الحديدية للسياسة الدينية الجديدة أصبح ذاك الشرط ملزما والمخالف للأمر معرضا للسؤال قد يصل إلى حد الإقصاء والحرمان من مزاولة مهمة الخطبة وإذا استجاب الخطيب للمطلوب منه فإنه لا يعد أن يكون مجرد قارئ لما طلب منه وليس خطيبا وتابع الدكتور بن كيران وليس موضوع الملاحظة وقراءة خطبة مكتوبة فلا منع شرعا أن يكتب الخطيب خطبته ويلقيها على الناس أو يختار من بعض الخطب المكتوبة الموجودة ويتصرف فيها بما يراه مناسبا لأحوال من يستهدفهم بخطبته ويلقيها عليهم وهو في هذه الحالة يكون خطيبا وليس فقط تاليا لخطبها لأنه اختار برضاه ما سيقول للمصلين وإنما موضوع الملاحظة حسب بن كيران هو أن يكتب للخطيب خطبه ويمنع من التصرف فيها وقد يكون غير مقتنع ببعض ما جاء فيها أو على الأقل لا يرغب في قولها فهو في هذه الأحوال ليس بخطيب وما تلاه على الناس ليس بخطبة جمعه وإنما هو كلام غيره كلف بقراءة على الناس كما أكد بن كيران في منشوره أن خطبة الجمعة التي سماها القرآن الكريم ذكر الله وآمر بالسعي إليها لها حقائق شرعية من بينها أن يكون الخطيب مكلفا ومختارا لما يلقيه على المسلمين أثناء خطبته وبناء عليه حسب دائما الدكتور رشيد بن كيران فإن الخطبة المنبري بالوصف آن في الذكر مخالفة للأمر الشرعي ومجانبة للهدي النبوي وعلى الجهة الوصية التي تصدر تلك الخطب أن تراجع هذا الموقف المشين منها فإن خير الهدي الهدي النبوي وشر الأمور محدثاتها